يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول وخاصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريدة الحق